مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج النص الحالو كلنا بنعدي بمشاكل في حياتنا وكلنا بنعدي بأزمات نفسية فيه مننا بيقدر يتخطاها وفيه مننا بيقف عندها وممكن تأثر عليه بشكل كبير وعلى صحته النفسية والجسدية وما فيش شك إن أوقات كتير الوجع النفسي بيبقى أقوى وأشد بكتير من الوجع الجسدي طب إزاي بقى عندنا وعي بصحتنا النفسية وندرك أهميتها ونهتم بيها زي ما بنهتم بصحتنا الجسدية بالزبط هو ده اللي إن شاء الله هنعرفه بعد الفاصل مع دكتور الصحة النفسية تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضفنة الكريم بإذن الله ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضفنة الكريم الدكتور عبد الحكم شطي دكتور الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا صورة نورنا ربنا يخليك الحمد لله مبدئيا كده يا دكتور عايزين نعرف يعني إيه مصطلح الصحة النفسية يعني هو مصطلح بنسمعه كتير وبقى كمان فيه معالمي للصحة النفسية فحضرتك ممكن تشرح لنا بقى وتوضح لنا صحة النفسية النص الحلو اللي هو اسم البرنامج اللي احنا جئل له النهار الاسم العلمي بتاعي بقى أو التعريف العلمي الصحة النفسية هي حالة دائمة نسبيا يشعر فيها الإنسان أنه متوافق نفسيا واجتماعيا وانفعاليا الإنسان يعني يشعر بالسعادة مع نفسه ويشعر السعادة مع الآخرين بيعرف يلقط لحظات الجميلة اللي في حياته ويفرح بيها ومش دايما منكد لا بيعرف يشوف الحلو اللي في حياته ويفرح به مش بس مع نفسه ومع الناس اللي حواليه أيضا بيمتاز بحسن الخلق والناس بتشهده بكده الصحة النفسية الشخص اللي بيتماس بصحة نفسية ده شخص بيقدر يحقق أماله وطموحاته شخص عارف أن ما كان من القوة اللي عنده بيعرف يطلعها ويستفاد منها شخص بيعرف يخطط لحياته شخص عارف يعيش صح لو قلنا بالمصطلح لو إحنا حبينا نعيش صح إذن زي ما بتقول منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية هي مش بس الخلوه من المرض النفسي لا الصحة النفسية هي جودة الحياة النفسية وجودة الحياة الاجتماعية وجودة الحياة الجسدية والحياة الدكتور أحمد عكاش أضف لها بعد من ثقافتنا الإيمانية بعد إيماني وروحاني جودة الحياة الروحية أو الإيمانية لأن عمره مع حد هيعيش بصحة نفسية وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى أو روحانياته مش تمام يعني ربنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيناه حياة طيبة إحنا دي الحياة الطيبة هي دي الصحة النفسية كلنا نفسنا نحي حياة طيبة نحي حياة سعيدة حتى ربنا قال حياة طيبة ما قالش حياة سعيدة ليه حياة طيبة؟ يعني حياة طريبة أنت طيبة لك الدنيا بيسرها وعسرها بالضبط مش معنى أننا يعني كل الناس بتدور على السعادة كل الناس بتدور أننا عيش سعيدة إزاي السعادة اللي هي مفهوم أن هي ضد الشقاء ده مفهوم مغلوط تماما لأنه ما فيه السعادة ما فيهش حد بيعيش في الدنيا اللي احنا عايشينها دي بدون شقاء ولو قدر بسيط من الشقاء الدنيا بين يسر وعسر بين فرح وسرور وقدر من النكد والحزن فده موجود وده موجود فإنك تبقى راضي بحالتك النفسية وإنت عندك حاجة تسعيدك وراضي برضو وإنت عندك حاجة مزعلك عايش بين لكي لا تأسوا على مفاتاكم ولا تفرحوا بمقاتاكم لأنت حزين على اللي فاتك ولا فرحان باللي فيدك فيه بلانس كده في حياتك هي دي الصحة النفسية أدور على الإيجابيات اللي في حياتي وبصلها وبصلها وافرح بيها ودور على السلبيات وعدل منها وحسن فيها تمام طب يا دكتور إمتى الشخص يعرف أنه مريض نفسي؟ يعني بمعنى صح أو فيه اضطراب أو مشكلة ما في شخصيته؟ هو غالبا غالبا يعني محدش بيعرف أنه مريض نفسي اللي حوالين الشخص اللي بيحسوا أنه مريض نفسي طب علشان نعرف مريض نفسي ولا مش مريض نفسي ما تيجي الأول نعرف يعني مريض نفسي؟ طب يعني لو هو فيه مثلا قبل ما نعرف فيه مثلا أعراض ممكن تظهر على الشخص أن هو يعرف أو أن الحواليه يعرفه أنه مريض نفسي يعني مثلا البرد دي أعراض مثلا الكحة والعطس وكده هل فيه أعراض للمرض النفسي تثبت هل أنا في حالة صحية جيدة ولا لا؟ تمام أولا يعني إيه مرض نفسي المرض النفسي والصحة النفسية اللي اتنين مفهومان لا يتوصل لأحدهم إلا بمعرفة الآخر يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش عارف أن الشخص ددخين لما يكون عارف مفهوم الرفيع يعني عشان يبقى عارف أن ددخين يبقى يكون عارف الرفيع مش يكون عارف أن ده جميل لما يكون شوف الوحش مش يكون عارف يعني الحاجة بتعرف بضدها فأنا عارفت الصحة النفسية أعرف المرض النفسي وحطهم الاتنين مع بعض وقارن واشوف أنا صحيح نفسيا ولا مريض نفسيا طب إيهو المرض النفسي؟ في تعريف العلماء الصحي النفسية بيقولوا أن المرض النفسي هو اضطراب وظيف المنشأ يظهر في صورة أعراض نفسية وجسدية ظهر قوي على المرض النفسي أعراض هقولها دلوقتي نفسيا وجسديا كمان بتعوق تقدمه وتوافقه مع الناس اللي بيعيش لا متوافق مع نفسه ولا متوافق مع بيئته اللي عارف يعيش مع أسرته وزوجته ولا عارف يعيش مع أولاده دايما الأسرة شكية منه دايما زميله شكين منه دايما الناس كلها شكية منه إذن محتاجين نعرف بعض العلامات اللي لما بنشوفها على الشخص دوت نقول لا إحنا محتاجين نروح لأخصاء نفسي أو معالج أو طبيب نفسي طيب قبل ما أقول العلامات عايز أقول أن المرض النفسي والصحة النفسية اللي اتنين بيمثلوا السواء واللاسواء يعني المرض النفسي يمثل اللاسواء والصحة النفسية تمثل السواء واللي تنم مع بعض على متصل اسم المتصل السواء ولا سواء أو بين قوسين كده متصل الصحة النفسية يعني احنا خدنا لو خدنا متصل كده من صفر لحد مية هنقول في التلت الأولاني المرض النفسي وفي التلت التاني إنسان عادي طبيعي وفي التلت الأخير الصحة النفسية فإنت حضرتك أنت على أنهي مكان على المتصل ده مريض ولا شخص عادي ولا صحيح نفسيا إيه كانت الشخص العادي بقى شخص مش مريض ومس صحيح أمال إيه لا هو مستعيد في حياته حد تعيس حد على طول كده منكد ده المريض النفسي لا ده مش مريض نفسي ما عندهش حاجة بتقول إنه عنده مرض نفسي بس شخص مش عارف يستمتع بحياته مش عارف يطلع مكامن القوة اللي عنده مش عارف يبصت الإيجابيات اللي في حياته مش عارف يعمل مش حاطت أهدافه بتعمل إيه ما بعملش حاجة طب إنت مريض لا مش مريض طب إنت سعيد لا مش سعيد هو كده في النص لا رايح للمرض ولا رايح للصحة إذن عشان نفى موضوع المرض والصحة لازم نحط نفسينا على الاسكيل ده بس مو متصل السواء ولا السواء أنا فين؟ أنا رايح فين من دوت فده مهم جداً أكون فهمه ووعيه ودليل تعالي بقى نروح للمرض النفسي إيه بقى الأعراض؟ أنا كحد في الأسرة شوف تحدي معايا على الأعراض ديه أبدأ أشك إن دوت حد يعني مش طبيعي مش طبيعي بقى أبنور مل محتاج أروح لطبيب أو أخصي نفسي لأعراض الحقيقة كتير جداً ومش بالضرورة تتحقق كلها عشان أروح لأخصي أو طبيب نفسي لو بعض منها تتحقق فأنا محتاج أروح أتطمن عند طبيب نفسي بالضبط النوم مثلاً بعدد ساعات نومه ما بينامش هم ساعتين أو تلاتة في الاربع وعشرين ساعة لبينامهم أو في المقابل بينام خمستاشر أو ستاشر ساعة مفيش توازن في نومه يعني مفيش فرض الطبيعي بينام من ستة لثمان ساعات لأ ده ينام يا ساعتين يا تلاتة يا ما ينامش خالص يا إما ينام من 14 لخمستاشر ساعة إلت النوم يا إلت النوم في إسمها اضطرابات النوم وفيه اضطرابات الأكل لحد بعنده شرح للأكل بيأكل بشرحة جداً وبعنده سمنة مفرطة ده مؤشر مؤشر إن فيه اكتئاب أو حد تاني ما بقاش يأكل خالص وضعف نحيف ومتنع عن الأكل فيه العزلة الاجتماعية حد كان اجتماعي وبيتكلم وبيروح وييجي وحد كويس ومبسوط وزي الفل وفي الآخر خلص مش هكلم حد مش هروح لحد شهر واثنين وثلاثة مش عايز يتواصل مع أي حد ولا عايز يتفاعل مع أي حد ده برضو ده إنديكيوتور يقول إن فيه مشكلة عندي برضو من الحاجات حد بقى يتصرف تصرفات أطفال يعني كده يتخاني على حاجة تفهة على لعبة مع طفل يعلي صوته زي الأطفال يصرخ بطريقة مش طبيعية ينفعل على حاجة مش مستهلة اللي ينفعل ده كله ده برضو مؤشر يقول إن شخص ده عنده مشكلة برضو أكمل والأعراض كتير ألا أتفضل حد عايز يأزي نفسه عايز ينتح بيكلم في الموت كتير برضو يبدا يقول إن خلي بالك إن فيه مشكلة كل الأعراض دي كلها مجتمعة أو جزء منها تقول لي خلي بالك أنا كأحد أفراد الأسرة فيه اضطراب محتاج أروح أتطمر عنده طبيب أو أخصائي أو معالج نفسي على الشخص لأنا بحبه ده إلا إني يعني إنك تقولي لي بقى حد من نفسه كده راح للطبيب نفسي أنا الحياة ما شفتاش دي نادرة ما بتحدث لكن اللي عايشين معاها لإن هما اللي بيحسوا بيحسوا إن الشخص دوت زوجي زوجتي ابني أخوي أحد معايا في مشكلة في مشكلة أبدأ من الأعراض دي كلها أروح للطبيب طب يا دكتور في مقاييس معينة نقدر نقييس بيها صحتنا النفسية يعني مثلا أنا شخص متوتر جدا أو شخص متوتر إمتى أعرف إن التوتر بتاعي ده التوتر طبيعي ولا توتر مرضي إن أنا وصلت بمرحلة التوتر إن أنا كده خطر علي وعلى صحتي النفسية تمام لازم نعرف مفهوم مهم جدا إن كل شخص فينا الطبيعي يحتوي على قدر من اللا سواء يعني الشخص السوي يحتوي على قدر من اللا سواء يعني كل واحد فينا بمعنى أصح فيه اضطراب ما اضطراب ما في الشخصية مش هنوصل للطراب فيه مشكلة فيه لا سواء يعني كلنا بنكتأب وكلنا بنكتأب عشان نوص أبراف عليك هقولك على الحاجة احنا من ساعة ما بنصح الصبح لحد ما بنجي النمخر اليوم صحيح مثلا 18 ساعة في اليوم احنا حلتنا النفسية بتتغير من وقت للتاني انا صح الصبح زي الفل ومعصود صليت وخرجت روحت شغلي روحت الشغل لقيت واحد زميلي عمل فيه اسفين او حاجة معينة نكد علي وعصبني وخلاني في حالة يعني حزن ويعني مشاعر كده زعر مشاعر سلبية جدا نص ساعة وجالي تليفون بنتك اللي في الاعدادية جابت درجة النهائية الله فرحت واتبسطت ده انت كنت لسه من نص ساعة مكتئب هل لان انا اما كنت من نص ساعة مكتئب فانا كده حد مضطرد ده طبيعي ده طبيعي يعني التغيره من المفعال للمفعال تاني بعد شوية جالي خبر ده جز خلتك توفى الله جعت حزنت بعد شوية روحت البيت لقيت عمليلة عم في حفلة في البيت عشان خاطر بنت اللي رجحت في الاعدادية رجعت في رحت فتلاقي الموشنز بتاعتنا عملة تغير من فرح لحزن للاكتئاب فده طبيعي الشخص الطبيعي اذا كل واحد فينا عنده قدر من يعني مش هنقول الطراب بس الاعراض اللي بتظهر على المضطرب بتجيله بس وقته قديه طبيعي وقته طبيعي لحظاته بتعدي لكن اما تقوليلي ان الاكتئاب معايا قعد اسبوعين وثلاثة وشهر لا انت محتاج تروح للمتخصص اما تقولي انه فيه مخاوف معينة ليه المخاوف الطبيعية اللي احنا بنخاف منه الشخص الطبيعي بيخاف منه حد تاني بقى الخوف ده وتزاد معاه ووصل للدرجة ما بقاش ينيمه لا لا انت محتاج تروح لطبيب حد القلق كلنا قلقنا ايام كورونا مثلا واصبنا الهلع اصبنا في بداية وكده الاسبوعين وثلاثة كلنا كنا طبيعي الناس كلها كده لكن اللي استمر معاه الهلع لحد دلوقتي لا يبقى كده فيه مشكلة فيه مشكلة تمام كده فاحنا عندنا قدر من الله سواء ما يلقناش تمام ده طبيعي محدش كامل بنسبة 100% لما يزيد عن حده او بفترة معينة ابدأ قلق بيبان جدا جدا بيبان على الشخص وبالتالي الاسرة بتبدأ تتحرك فيعني طب لو حد بيسمعنا كده يا دكتور دلوقتي واقعت في البيت تمام ايه هي المعايير البسيطة والسهلة اللي أنا بقى قاعدة عارف انه أنا متطمن على صحيتي النفسية انه أنا تمام انه أنا ما عنديش خلل ماء او مشكلة عايز اقولك مبدئيا انه هو فيه مقيس للصحة النفسية سواء كان في ناحية الاضطراب او في الناحية الايجابية في ناحية الاضطراب يعني فيه مقيس بتقس القلق والمخاوف والاكتئاب ودي موجودة وفيه مقيس في النواحي الايجابية بتقس التكيف في القدرة على التكيف والصمود النفسي او ده اللي كنا بنقول عليه دلوقتي والمرونة خدت بالله حضرتك ده كله ايه دي موجودة ودي موجودة لكن انا عشان يعني انت حدي بسمعني دلوقتي ومش لازم يروح لطبيب او اخصي عشان يقامل مقيس عشان يشوف نفسه اه اقمن وانا من غير ما اروح لدكتور لا انا اقول لحضرتك على اربع عمدة للصحة النفسية بسهولة جدا انا كحد عادي جدا احط نفسي عليهم اول عمدة صحة النفسية عيس نفسي عليه وعملت استعليه اشوف النفس هل انا شخص متكيف انا متكيف متوافق في حياتي هل انا يعني لما كنت مضغوط في النواحي المادية وكان معي فلوس كتير وبقيت اضغطت عشان الدنيا قلت معي بقدر اكيف نفسي وانا معايا ومش معايا بقدر افصل لنفسي ضغوط الشغل والعمل وجيت بيتي فصلت ده عنده بعرف اكيف نفسي بعرف لما بخرج برا لاصحابي واصدقائي وزمائلي بعرف اكيف نفسي معهم واتفعل معهم ولا انا قاعد منعزل معهم دي بتحصل كتير يا دكتور مثلا نلاقي يعني غالبا رجالة مثلا تبقى راجعة من الشغل بيبقى فيه ضغوط طبيعا يبقى فيه ضغوط في الشغل ما بيعرفوش يفصلوا بين البيت وبين الشغل اللي ما بيعرفش يفصل ده بصفة مستمرة لا ده عنده مشكلة اللي بيجيب مشكله من شغله وضغوطه يحطها في بيته او العكس يجيب من بيته هو ده طبيعي اللي بيحصل دلوقتي على طول يد ده مش تمام وده أسباب يعني مشاكل الأسرية كتير جدا دي الاسباب وناس اللي بيجي تشتكي وتششعرات خاصة بالجزئة دي كتير جدا يا سيد الفاضل اتفضل سيب مشاكلك في بيتك في شغلك وانت في بيتك سيب مشاكلك وروح شغلك اعطي كل الذي حق حق بزرط لو انت عندك القدرة على التكيف ده فانت اول معيار انا بتكلم فيه انت زي الفل فيه تمام عندك مشكلة فيه ارجوك ابدأ صلح وظبط حالك في الحتة دي تاني معيار ان يشعر ان قدراته اماله وطموحاته مواجبة لتطلعاته يعني انا فيه توافق يعني فيه توافق انا عارف مكامل القوة عندي انا عارف النواحي الايجابية عندي انا عارف ان اقدر احصل على الدكتوراه بزرط انا عارف ان اقدر اعمل المشروع ده انا عارف ان اقدر احصل على الترقية دي لو الامال والطموح دي كلها بتتحقق معاك او انت ماشي في طريق تحقيقها انت زي الفل انت زي الفل او انت سليم ما بتتحققش عندك مشكلة فيها فيه مشكلة عندك والناس دي بالذات معيار ده بالذات بيصابوا شيء من الاحباط واليأس لهو في مكان رؤساءه في العمل او الناس اللي هم المفروض يرقوا او ياخدوا الناس يطلقوا على الفوق يعني بيميزوا الناس عن الناس او فيها مجاملات او الحاجات ديت بتصيب الناس اللي عندها امال وطموح باليأس خدت بالحضرتك فبرضو ياريته يتكيف لان طبيعة الحياة يتكيف مع الامور يتكيف او هو المفروض ان اي طموح عندي امل عايز احققه بس عليه ان شاء الله هتلاقيه لكن تلاقي حد من اليامة التانية بيكسرك فديها دي المشكلة يعني تالت عمود من اعمدة الصحة النفسية المفروض ان انا احط نفسي عليه ان اشعر ان انا بنتج بنتج حاجة في كفاءة في حياتي في انتاجية وإلا انا قاعد في البيت ما بعملش حاجة ما قدمتش اي حاجة للمجتمع ولا قدمت اي حاجة نفسي ايه انتاجك وانت عندك كم سنة دلوقتي لا ما عملتش حاجة شهاداتك لا ما فيش طب بعد الشهادات اشتغلت حققت حاجة يعني اتجوزت عملت فلوس عملت مشروع ما فيش خطوة انتاجت حاجة في حياتك لا ما انتاجتش لا عندك مشكلة في صحتك النفسية رابع عمود من اعمدة الصحة النفسية اللي مفروض يعني من السهولة ان احنا نقس نفسنا عليها ان نشعر ان له كلمة ودور في المجتمع اللي هو عيش فيه انا حد مؤثر انا حد مش متمركز حواليه النفسي انا حد في مكان ليه كلمة وكلمة مسموعة محدش بيتنمر او يتريع علي او انا عايش لوحد انا عايش بعقلية وين وين انا والناس هنجح ونجح غيري بصدق لو العقلية دي مجودة فانت زي الفل على ميار الصحة النفسية تمام اظن بسهولة نقدر نحقق الميار بصدق طب يا دكتور اللايف ستايل اللي احنا عايشينه دلوقتي الاكل السريع والحياة السريعة والتكنولوجيا اللي عمل التباعد بيننا وبين بعض وبين الناس وبعضها هل ده لي تأثير وانعكسات على صحاتنا النفسية برضو؟ طبعا طبعا جدا ازاي بلا شك ان احنا في الخمسشار سنة الاخرانين في حياتنا بقى فيه لايف ستايل جديد جدا يعني ما تقولين من 2005 وما قبل ذلك حياتنا كتعاملة ازاي وبعد 2005 وستة بعد ما السوشال ميديا انتشرت وغزت حياتنا فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيوتيوب يعني الدنيا بقت حاجة سوشال ميديا مالك الدنيا وانتت بقى في كل البيوت حياتنا بقت حاجة مختلفة تماما وشكلها مختلف تماما يعني لو كنا بنحكي لزمينا كده في أول ألفنات عن الحاديات كنا نقعد نستغرب معقول احنا نعيش بتليفونات ونكلم بعضه وانشات مع بعضه ونعمل دي كلها كنا نستغرب لا احنا بقينا عشرين دول هو ده جميل جدا جميل حياتنا بقينا نعمل شات مع زميلة أو صديقي أو قريبي اللي في أبعد بلاد الدنيا ونقعت بيتي في لحظة شايفني ولايف فيديو وبرامج الزوم اللي بنتعلم بها دلوقتي وحلت لنا أزمة لما أزمة الكورونا جات بقى عندنا معندرش مشكلة ان احنا في البيت وبنتعلم فالتكنولوجيا فعلا وفرت لنا الوقت والجهد والمال وفرت لنا حاجة كتير جدا وجملت حياتنا ولكن 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 دي بقى تحطي تحتها همية شرطة رغم ان هي يعني بقى فيها قدر من العظمة والجمال في حياتنا اصبتنا بالعزلة طيب ما انا لسه بقول دي قربتنا لا وبعدتنا خلتنا مجتمعين ومتفرقين مجتمعين قاعدين مع بعض كأسرة لكن كل واحد ماسك اللي ماسك الموبايل على الابليكيشن اللي شغال عليه واللي ماسك التاب واللي ماسك الايباد واللي بتفرج على التلفزيون واللي بتفرج على الحاسب كل واحد في حاله تخيال كده لو الكهرباء قطعت او حد شال فيش تلروتر خلاص بقى اكتئابي عم على الكل ايه ده يا دنور قطع ايه ده اللي حصل انتو خرجتونا من عالمنا ليه يا سيد اتفضل اخرج روح للعالم الحقيقي اسيبك من الواقع الافتراض اللي انت عاشه وروح للواقع الحقيقي اللي انت عايشه اللي مفروض تعيشه اصبه عصر التكنولوجيا بلمسة يودينا ابعد بلاد الدنيا ويواصطلنا ابعد بلاد الدنيا وابعد ناس في الدنيا صحيح حبيبنا بس بعدنا عن حبيبنا اللي احنا بينا وبينهم سانسي مترار وصلني بحد في أمريكا وبعدني عن زوجتي ماسك موبايل وأنا ماسك موبايل بعدني عن أولادي التواصل قل بين الأسرة التفاعل الكلام الاموشنز اللي راح جاية بين الأسرة والريأكشن ما ببقتش موجودة بين الأسرة فطبيعي أثر على صحتنا النفسي أثر وأثر على الحب ما احنا عايشين بالحب الحب أقل لأن التكنولوجيا بعدتنا فاحنا محتاجين نعمل تست دايما على استخدامنا للتكنولوجيا مفيدة الإنسانيتي ولا لأ تمام مفيدة الإنسانيتي ولا لأ مفيدة لعلاقات الأسرية ولا لأ ده مهم جدا رغم كل المميزات اللي بنعيشها أرجع لإنسانيتي لأنه ده اللي عايش ده اللي بقي لي ده اللي بقي لي الإنسانية النواحي الإنسانية التكنولوجيا خدمتها ولا أثرت فيها طب سؤال عاميك كده يا دكتور كلنا زي ما قلنا إن إحنا معرضين إننا نبقى فيه مرض نفسي فينا أو التراب نفسي زي ما قلنا السواء ولا السواء عندنا قدر من اللاسواء إيه بقى الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي لأن الناس مش عارفة تفرق بين المرض النفسي يعني مثلا واحد يروح لدكتور نفسي يقولك لا بس إبعد عنه ده هو في ممكن يبقى مريض عقلي إيه بقى الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي تمام المرض العقلي إحنا عرفنا يعني إيه مرض نفسي ده التراب وظيف المنشأ بيؤثر في سلوك الفرض وتوافقه مع لقيته كده إلا إنه ما بيفصولهش عن الواقع ما بيفصولهش عن الواقع أنا عايش معكم أنا عندي اكتئاب عندي وسواس عندي مخاوف بس عايشوا زي الفل لكن المريض العقلي فيه قدر من الخطورة شوي لإني فيه خلل في التفكير في المريض العقلي فيه المواصلات العصبية السامعية والبصرية في مستقبلات المخ فيها مشكلة المريض العقلي بيشوف حاجات أصلا مش موجودة وبيسمع حاجات مش موجودة ده غادة دي هتأزيني غادة دي عايزة تضربني غادة دي بتتربص بي غادة بترأبني في الحقيقة ده كله مش موجود هو بيتخيله كده بيتوهم كده ده ربنا جالي في المنام يعني يعوز بالله عني من هذا الكلام وقالي انت النابل مرسل انت المهدي المنتظر انت هتبقى رئيس الجمهورية انت أوهام أوهام وتخيلات إذن المريض العقلي ده شخص مفصول تماما عن عن الواقع مفصول تماما عن الواقع والتعايش معه صعب ده لازم يروح مصحة نفسية أو مستشفى أمراض عقلية وبيتعالج يعني الخلل الكيميائي اللي في المخ ده بيتعالج بيتعالج بالأدوية وبيبقى زي الفول وبيرجع تاني المشكلة مش فيه المشكلة فيه من يتعامل ويتنمر بيه المشكلة في الثقافة اللي احنا عاشينا ده مريض يا جماعة ده مريض ليس على المريض ده ليس على المريض ده حرج مرافو عليك زي ما يبقى حد تتعبان وجع في البطن أو العين أو أين كان العضو بيتعالج بزاق ده نفس المرض يا جماعة فيه خلل في كيميا المخ خلل في كيميا المخ محتاجة تتعالج بيه يتعالج ويبقى زي الفل احنا اللي نهدى عليه شوية ونصبر ونستحمله ونقول الحمد لله اللي عفانا عما بتلقى بيه غيرنا تمام اشهر حاجة بس عشان نخلص الحت دي اشهر حاجة ان المريض العقلي مفصول تماما عن الواقع لكن المريض النفسي عايش عايش وبيت عايش معنا طب الطبيعي يا دكتور ان اي حد عنده مشكلة عضوية او صحية بيروح للطبيب المتخصص يعني واحد مثلا قلبه تعبه بيروح لدكتور القلب حد عينيه واجعيه بيروح لدكتور العين ليه بقى عند المشكلة النفسية بنخاف نروح للدكتور النفسي تربيتنا تربيتنا وثقافتنا ووعينا والدراما اثرت فينا تمام وهي اللي عملت كده شوف الدراما من زمان بتصور المريض العقلي باي صورة والمريض النفس باي صورة أصابتنا ان نقول ايه وعلى حسن نشوف على طول بتيجي الصورة الزهنية للفيلم او التمثيلية اللي انا شفتها او المسلسل اللي انا شفته بقى مثلا بنشوف مثلا المشاهير يعني وهم راحين محتاجين دكتور نفسي لا ايدي بتشوفهمش لا لا بنسمعي بنسمع بنسمع عن بعض المشاهير وهم راحين للدكتور النفسي انه بيبقى خايف ان حد يشوفه حد يروح في وقته متأخر بس عشان فكرة المجتمع شايف ان العلاج النفسي ده يعيب الشخص برافو عليك ان فيه خلل في الوعي المجتمع ازاي بقى نصلح المفهوم ده يا دكتور على كافة الاصعب اول حاجة انا بنادي بها بصراحة التربية والتعليم انا بقول لازم يكون عندنا منهج ثقافة نفسية بدء من الكيجي بيعرف اللي ولاد يعني ايه يعني علم النفس الإيجابي وعلم نفس المرضي والفرق بينهم والنواحي الإيجابية في حياتنا نعظم منها ازاي ونعرفهم بعد كده من يكبره شوية في اعدادي او سانوي ان المرضي النفس ده مش عار على المجتمع ولا حاجة ننفر منها ده حد شخص مرضي يتعالج عادي جدا فنوعي ثقافة ولادنا من صغرهم وتبدأ في المقابل المسلسلات والافلام والدراما تعالج المشكلة دي يعني تعالج ما افسادته توعية سليمة بالضبط كده مهم جدا طب سؤال لحررتك قبل الختام كده ايه هي الإجراءات والطرق السليمة اللي نتطمم بيها على صحاتنا النفسية لا ده كتير انا مش اقدر في حال اقولك إجراءات وطرق ولكن اقدر اقولك مختصة انا ممكن ان اخد شوية نصايح كده او شوية أدوات من أدوات الصحة النفسية وعلم النفس الإيجابي اللي يعني لو طبقناهم في حياتنا ومارسناهم وتدربنا عليهم هتحسن كتير جدا من جودة حياتنا وصحاتنا النفسية اول حاجة التفكير نوعية تفكيرنا احنا بنفكر ازاي لو شفت اكتر مشاكلنا جاي من طريق التفكيرنا انا يعني يعني ربما انا واحد صحبي ويعنى في نفس المشكلة انا شخصيا بعني من المشكلة دي يا دكتور يعني عندي التفكير زيادة ممكن يوصلني نفسا ممكن معرفش نايم لو انا مثلا اتحطيت في مشكلة معينة ممكن من كتر التفكير معرفش نايم طبع التفكير السلبي ده وتبتفكير ايجابي اخرجي خالص اعملي حاجة مفيدة روحي لحد معاك في البيت روحي لزوجك لأولادك روح روح اقعد اخرج قول لي نفسك كده انا هقطع على نفس التفكير اللي هيموتني ده ابتعد عن المشكلة تماما خالص هتقول لي ما انا هروح اهرب بيها اشغل نفسك اشغل نفسك يعني بضدها اعمل حاجة مفيدة حاجة ايجابية اخرجي كلمي صاحبتك اعمل اي حاجة لحد ما الفكر دي تنطه هتمشي هتمشي مش بيحصل لنا كتير في حياتنا نفضل نفكر في مشكلة ونعظمها قوي 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 وبعد ساعات كده بوصل لنا نفسنا راحت من دماغنا بزاق ونرجع نندم هو اللي كان خلنا فكرنا ده كله اه لان انت ساعتها سيبها وروح اتها تانية بزاق ابعد ابعد بتليفون ابعد بحد بتحبه تروح تقعد معاك فاضفض معاه ابعد بكلام يشغلك عن المشكلة الاسسية تمام فنوعية التفكير هي يعني يا بتقدل صحة نفسها جيدة يا اما بتاخدنا للاضطراب او نكتبها شخص عالي من صحح تفكيرنا بمعنى اصحح بزاق نعيد التفكير في التفكير بزاق بزاق البوينت التانية بقى البوينت التانية الاتنشن الانتباه ان اكون هنا والان ان قاعد مع الاستاذ غادة في البرنامج دلوقتي فانا مركز مركز معاك بعقلي وقلبي وروحي قاعد مع بابايا ومامتي مركز معاهم وفرحان بيهم قاعد مع ولادي نفس الكلام قاعد مع زوجتي نفس الكلام احنان كتير بالله ناس قاعدين يا استاذ انت فين انت مشينا اصلا قاعد مع ولاده موشينا قاعد بجسم لكن عقله وروحه برا عشان كده بقولك عشان دي عيش بصحة نفسية ارجوك انتبه انتبه لكل تفصيلة في حياتك عيش كل اعطي كل دي حقا حقا عيش دلوقتي وتبسط بي بالضبط كده وانتبه للحلو اللي في حياتك يعني ماقول لحضرائك على حاج فيه ناس يا دكتور بيشغلهم الماضي قوي يعني شغلهم الماضي لدرجة انهم مش عارفين يستمتعوا بالحاضر لا وفيه اكتر من كده فيه ناس شغلهم اللي جاي انا شغلني ان انا مش مخاضب دلوقتي ورابط سعاتي او صحيتي النفسية العالية اما اخطب رابط سعاتي اما اتجوز رابط سعاتي اما احصل على المال رابط سعاتي اما يكون عندي رابط سعاتي اما يكون عندي اولاد طيب ما تفرح باللي معاك انت رابط سعاتك بحاجة مش موجودة ليه تتفضل افرح باللي معاك ارجوك انتبه للجميل اللي في حياتك هو احنا فيه في حياتنا جميل احنا حياتنا كلها جميل احنا لو مسكنا كده قايمة وكتبنا فيها الجميل اللي في حياتنا وقايمة كتبنا فيها السلبيات اللي في حياتنا هلأى الايجابيات اكتر بكتير جدا جدا من السلبيات لكن احنا مركزين معاديه وسايبين ده إذا مهم أن أنا أنتبه لكل جميل في حياتي وبالتالي أنتبه لكل ما هو ليس جميل في حياتي ما لا يجدي نفعا يعني بيقولوا مثلا ما يجدي نفعا وما لا يجدي نفعا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك بنقصين الانتباه انتبه لكل ما ينفعك وابتعد عن أي حاجة تحبطك أو تاخدك لورا اتعلم تقول كلمة لا وانتبه لها الفرصة دي مش منسباني الويت فريديل والإعلانات الكتير عليها وفيه أوفرز ومش عارفة مش منسبني ما أناش عايز بس الأوفرز والدسكاونت كبير جدا لا ما أناش عايز اتعلم تقول لأ اتعلم تقول لأ لأن كل كلمة لأ بتقولها الشخص بدول قصدها أهل نفسك هي نفسك دي مش لاحق عليك ترعيها وتدللها وتكبر بخطرها زي ما انت عايز تكبر بخطر فلان هي أهم من أي حد تاني بمعنى صح كده نبص للنصد الحلو بس شكرا جدا لوجود حضرتك معنا نورتنا وشرفتنا دكتور عبد الحكم شطي دكتوراه في الصحة النفسية جامعة عين شمس مشاهدينا الكرام للأسف انتهى وقت حلقتنا النهاردة يارب نكون أفادنا حضراتكم ويارب فعلا نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده في حياتنا كلها يعني مثلا لو حد عنده مشكلة أو مر بصدمة معينة في حياته مش قادر يكمل بعدها ومش قادر يتعامل مش عيب أبدا أن يروح لدكتور نفسي أو كوتش يساعده أن هو يتخطى المشكلة دي أو يمر من الصدمة اللي مر بيها بطريقة سليمة وصحية عشان يكون إنسان معافى نفسيا وبدنيا من جوة قبل بره مشاهدينا الكرام يارب تكون الحلقة عجبتكم استنوني إن شاء الله في حلقة جديدة لأسبوع اللي جاي بإذن الله